السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب طالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل مكان من أرض الله لقاء جديد مع حلقات اللغة العربية حلقات اللغة العربية وحلقات البرامج التعليمية على قناتكم قناة السلام وليدة قناة الرحمة نلتقي معكم في أولى حلقات اللغة العربية هنتعلم إيه أكيد أول حلقة شبابنا وبناتنا متعودين مننا تعلم الإعراب وزي ما بنقول كده عنوان الحلقة النحو من بابه بتعلم إعرابه النحو من بابه بتعلم إعرابه وإحنا بننوع طريقة عرض الإعراب علشان المادة المتنوعة حضرتك بتدخل على موقع القناة على اليوتيوب بعد كده أو بتتفرج على الحلقة بشكل المباشر بتاعها حضرتك تشوف إن الحلقات الإعراب كل سنة مختلفة عن التانية مادة الإعراب واحدة لكن طريقة الإعراب طريقة تناول الإعراب لابد أن تتنوع وتختلف عشان إيه؟ عشان كل ولادنا وبناتنا يحبوا النحو هو ده هدفنا هو ده هدفنا الأول الإعراب يعني إيه؟ النحو يعني إيه؟ أنا محتاجي النحو في إيه؟ الناس اللي بتقول لي يا أستاذ أنا مش بحب النحو أقول لحضرتك النحو في اللغة والاتجاه سرت نحو هدفي أي سرت تجاه هدفي وهو ما قيل لأبي الأسود الدؤلي خير النحو ما نحوت عندما وضع أولى وبذور قواعد هذا العلم العظيم أنا محتاجي النحو في إيه؟ أنا محتاجي الإعراب في إيه؟ سواء طالب سواء غير طالب سواء محب اللغة العربية أولا أول علوم وأشرف العلوم تحتاجه فيها النحو علم كتاب الله أنت محتاجي النحو عشان تفهم كلام ربنا أنت محتاجي النحو عشان تعرف كويس جدا إنما يخشى الله ها من عباديه العلماء أن العلماء مرفوعة فهي الفاعل وهم الذين يخشون وأن نسمي الجلالة هنا اللفظة هنا منصوبة على المفعولية يبقى العلماء يخشون الله لو أنا مش عارف نحو مش هفهم المعنى هتخضوا وأنا بقرأ الآية يخشى الله يخشى الله إزاي ما فيش الكلام ده النحو يفتح لي آفاق فهم القرآن فهم أحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده العلم الثاني فيه شرفه تابوا بعدين النحو في حياتنا حضرتك لو هتدخل أي كلية خاصة بتعلم اللغات أي كلية تخص اللغات لابد أن تدرس اللغة العربية وفيها النحو طب أنا داخل كلية إعلام بقيت عن اللغات هتدرس لغة عربية ونحو هتتكلم في الإعلام إزاي وإنت مش عارف نحو طب أنت لا 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 ده أنا دخلتك واللي بص بقى أنا دخلت قسم اجتماع في كلية الأداب أقول لك تعالى بس مش هتعمل دراسات عليا مش هتعمل أبحاث مقدمة آه لابد أن يكون النحو والإملاء مضبوط لازم الكلام ده يبقى مضبوط هو إحنا مش عارفين كويس جدا أن رسائل الماجستير والدكتوراه لابد أن تراجع نحويا ولغويا قبل أن تقدم إيه ده ده النحو في حياتنا كلنا طبعا في كل الناس أو في حيات كل الناس تحتاجوا إلى النحو طب أنا أدخل للنحو إزاي باب النحو إيه تعلم الإعراب طب أعرف إزاي تعالى بقى ده هو ده لقاءنا مع حضراتكم حلقة للتعليم السنوي كله حلقة لكل محب للغة العربية ومحب للنحو العربي أنا عايز أعرف هقول لك ماشي يلا تعالى نحب النحو سوا نقول بسم الله ونقول إزاي أعرف أنا أي إعراب عندي أما باجي أحدد الكلمة دي هقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه مثلا الضمة خلي بالك بقى انت حددت في الإعراب تلاتة اتجاهاته حددت الموقع حددت الحالة حددت العلامة ومن هنا هننطلق في تفصيل كل جزئية من دي تعالى معايا كده هقول أنا عند الإعراب عند الإعراب نحدد أول حاجة بحاول أحددها عند الإعراب يا أستاذ بحدد الموقع موقع موقع الكلمة اللي أنا بعربها إيه موقع الكلمة اللي أنا بعربها إيه طب يا ترى الموقع ده هيخش في إطاره إيه هيخش في إطاره الجملة الإسمية الإسمية أو هيخش في إطاره الجملة الفعلية يبقى تاني أحدد الموقع اللي هيخش في إطاره حاجة من اتنين يا إما الجملة الإسمية يا إما الجملة الفعلية مع بعضين أبهدوه خالص يبقى أنا بحدد الموقع طب أنا دخلت في إطار الجملة الإسمية حدد الموقع يبقى أنت قدامك داخل الجملة الإسمية إنك بتعريب لي مبتدأ ولابد للمبتدأ من خبر يخبر عنه سواء الخبر ده كان كلمة مفردة خبر مفرد او كلمة او جملة كاملة جملة اسمية او جملة فعالية او شبه جملة تعال اخد الامسينة معايا بقى صلى على النبي صلى الله على سلم هنقول دلوقتي المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر اقول مثلا النحو جميل النحو جميل ادي جملة اسمية حدد الموقع دي جملة اسمية حدد موقع الكلمة الاولى اول جملة اسمية مبتدأ يبقى النحو مبتدأ مرفوع علامة رفاية ضم الموقع طب حالته ايه بقى المبتدأ مرفوع حالة المبتدأ مرفوع العلامة ايه ضم لانه مفرد هنمسك جزء جزء لسه احنا مسكين الموقع دلوقتي تمام يبقى انا حددت المبتدأ اسأل ماله عشان نجيب الخبر بقى. النحو ماله جميل. يبقى جميل دي الخبر بتاع المبتدأ. خبر المبتدأ. ماله برضو مرفعه علامة رفعية ضمة. حلم. طب اقول كده. النحو ينفعنا. النحو ماله ينفعنا. صارت جملة فعلية يا الخبر. هتفصصها بقى. وتمسك الفعل. والفعل والمفعول. وتقول لي الجملة كلها في محل رفع خبر. هقول النحو نفعه شامل. ده خبر جملة اسمية. هيبقى النحو مبتدأ. نفعه مبتدأ تاني والهق مضاف اليه وشامل خبر المبتدى التاني والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدى الاول قال النحو في قلوبنا صار خبرش بجملة يبقى في حرف جر مبني لا محل له من الاعراب ايه ده سواني 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 مش عايزين نفوت في حرف جر مبني لا محل له من الاعراب حضرتك بتقول حدد الموقع كل الحروف اللغة العربية لا موقع لها ولا محل الاعراب كل حروف اللغة العربية بما فيهم تقى التانيس المتدخل عند البعض بين الضمير والحرفية تقى التانيس حرف حرف مبني لا محل له من الاعراب يبقى كل كله بلا استثناء كل الحروف مبنية لا محل له من الاعراب يبقى الحاجة الوحيدة اللي استثناء دلوقتي من المواقع اللي ملقاش موقع اعرابي هي اي حرف عشان كده قلت فيه حرف مبني ها مبني على السكون لا محل له من الاعراب قلوبنا قلوب اسم جروع على مجرية الكسرة. وشب الجملة في محل رفع خبر خبر نوع شبه جملة. حلو قوي. يبقى انا كده حددت ايه? حددت الموقع. جبت موقع الجملة الاسمية. وجبت الخبر بتاعه. لا يا استاذ انت ممكن في الجملة الاسمية وارجع للصبورة تاني. ممكن في الجملة الاسمية تجيب لي حاجة تانية. تجيب لي ناسخ. وتجيب لي اسم الناسخ. والجيب لي خبر الناسخ. ركز في كل كلمة انا بقولها. انا بحدد الموقع. انت دلوقتي في الجملة اسميها. اجيب لي ناسخ. ناسخ ايه? عايز ايه انت? عايز حرف ناسخ ولا عايز فعلي ناسخ براحتك اللي انت عايزه. انا عايز حرف ناسخ يبقى انها اخواتها. انها اخواتها طبعا حرف ناسخ لسه المستر ايل من شوية من الحروف لها محلها من العراف. يبقى انها اخواتها الحرف الناسخ. طب اسمي انها بيتنصب دايما ده الموقع بتاعه. طب خبر انها بيترفع. يبقى هنا انها بتنصب المبتدى وترفع الخبر. موقع الكلمة اللي بعد انها اقول اسمي انها. موقع الكلمة اللي بعد انها اسمي انها. ايه هو الاسم? خلاص? طبعا لو ما حصلش تقديم وتأخير. اقول مثلا ان النحوة جميل. هنا تحولت الجملة. هي لازالت جملة اسمية. لكن تحولت الى نسخي الحكم. عشان كده سموها الناسخة. يعني ايه ناسخة يعني مغيرة. بدأ تغير الحكم. بدأ المكان مبتدأ. وبعد منه خبر بقى اسم انه منصوبه علامة نصبية كزا. وخبر انه مرفوع علامة رفعية كزا. يبقى احنا غيرنا الايه? غيرنا الحكم بتاع الكلمة. لكن لا تزال الجملة اسمية. طيب يا سيد. يبقى الحروف الناسخة نصبت المبتدأ ورفعت الخبر بانواع الخبر المختلفة. تمام. طب ربما يا استاذ يحصل تبديل بقى. انه في القلبي النحو. انه في القلبي النحوة. يعني ما اقول النحو يا اسمي انه مؤخر. وفي القلب خبر انه مقدم. هي هي الجملة الاسمية بس انا بدلت مواقع الكلام. حلو قوي. تعالى بقى للفعل الناسخ. طبعا طلبة الصف الثاني. السنة والثالث برضو ان شاء الله. هيدرسوا لنا في الجنس. لنا في الجنس من الحروف الناسخة. مش هنقولها دلوقتي هتتقال في حلقة قادمة ان شاء الله قدام شوية. طب لما نيجي بقى للفعل الناسخ. انت درست? ان في عندي كانوا اخوتها دي اللي بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. كان النحو جميلا. كان النحو جميلا. يبقى كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. النحو اسم كان مرفوع علامة رفعية ضمة. لان كان دي نقصة. وجميلا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة. يبقى عندي اسم كان وعندي خبر ايه? خبر كان. ليه? لانها ناسخة ايضا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. انا حددت الموقع اوه. خلي بالك. الموقع اسم كان. الحالة الرفع. الموقع خبر كان. الحالة النص. وبعدين بقولي العلامة في الاخر. احنا لازلنا برضو بنقولي المواقع. انا شغال فين يا استاذ? شغال في الجملة الاسمية. يا اما في الجملة الاسمية جبتلي المبتدأ. وجبت بعد منه الخبر. واللي اتنين مرفوعين طبعا. بانواع الخبر المختلفة. او تجيب لي الناسخ. الناسخ ده حرف ناسخ. اللي هو انه اخواتها. او اللي هيدرسوه طلب التانية وتلتة سنوية. لان فيها الجنس. والافعال الناسخة. اللي كانوا اخواتها. او افعال المقاربة والرجاء والشروع. ودي اللي بتتدرس في اولى سنة والترمي الاول. وتستمر لحد تلتة سنة. طب دي كلها لازلت في الموقع الاول. هو موقع الجملة الاسمية. ركز معايا بقى. انت قلت يا استاذ الموقع. الحالة. العلامة. تعال بقى نقرب لبعضنا كده. ها انت مركز معايا او لا? السؤال بس معلش. السؤال الاهم. انت بتكتب اللي بقول ولا لا? اه بكتب. بس حضرتك بتقول بسرعة. وقت الحلقة انت عارف انه ديق. وعايزين نقول اكبر كم من العلم في الوقت الديق ده. اكتب ورايا. تمام ها? يلا. ارجع بتسلم بقى. صلى على النبي. صلى الله على سلام. هنبدأ مع بعضينا كده ونقول. ان العلامة ايه او استاذ? ركز في علامات الاعراب. انا جبت الموقع اهو. ولازلت في الجملة الاسمية واروح لجملة الفلية كمان شوية. والحالة ايه استاذ? لو انت شغال في مبتدأ او خبر يبقى حالة الرفع? لو شغال في اسم كان يبقى حالة الرفع برضو. في خبر ان يبقى حالة الرفع. طب لو جينا حالة النصب هيبقى خبر كان كل ده في جملة الاسمية. خبر كان او خبر افعال مقاربة ورجوة الشروع. او اسم ايه? حالة النصب. حل. العلامة بقى. اه. طبعا العلامة لا تقل الجمل واشباه الجمل. ما بقولت شيبه جملة مرفوع وعلامة رفع الضم. لا احنا بقول في محل رفع. انما العلامة تقلوا الاسماء. طب تعالنا نمسك الاسماء بقى. والاسماء ايه? المفردة. هجيب اسم مفرد? زي الناحو مثلا. زي الرجل. هؤلاء علامة الرفعي? الضم. وعلامة النصبي الفتحة. وعلامة الجري الكسرة. ادي المفرد. حل. لكن طبعا لما نقدم قدام شوية في المنهج. وتاخد الوحدة السابعة. تعرف كويس جدا ان في اسماء مفرادة. تجي في الجر تتجرب الفتحة. تجي في الجر تتجرب الفتحة. لانها ممنوعة من الصرف. اللي حضرتك خدته في سنة تلتة عدد. طب تعال لي الجزء التاني. قال مسنة. اتنين رجالة واتنين سيدات. مسنة. قال لي علامة الرفع الالف. وعلامة النصبي. اليا وعلامة الجر اليا. جاء الرجلان. او خلينا في الجملة الاسمية. الرجلان محترمان. هقول الرجلان مبتدى مرفوع علامة رفعيه الالف. لانها مسنة. او ان الرجلين محترمان. اسمئن منصوب علامة النصب اليا لانها مسنة. طب بالنسبة لجمع المذكر علاماته الاعراب. الرفع الواو. والنصب والجر اليا. الرفع الواو. والنصب والجر اليا. يبقى ده بالنسبة ليه? لجمع المذكر السالم. لما قول المعلمون يشرحون المعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. لانه جمع مذكر سالم. الاسماء الخمسة. الاسماء الخمسة. طلبة الازاهرة يعلمون انهم ستة. الاسماء الخمسة بالنسبة للتعليم العام. ابو اخو حمو فوزو. ترفع بالواو. علامة الرفع الواو. وعلامة النصب الالف. وعلامة الجر اليا. ما السواني بقى? سواني. الاسماء الخمسة عشان تاخد الشغلانة دي لازم لها شرط. ايه? انها تفضل مفرد. ابو محمد بيسلم عليك. ابو محمد يحييكم. ابو دي كلمة مفرد. كلمة ايه? مفرد ماشي. مش ابوان مش اباء. يبقى عشان اعربها يا العرب ده. علامة الرفع الواو. وعلامة النصب الالف. وعلامة الجر اليا. عشان تتعرب الاعرب ده. لازم تفضل مفرد. ابو. الحاجة التانية. انها ما تضافش الياء المتكلم. ما تضافش الياء المتكلم. ما اقولش ابي يسلم عليك. لا. ابي ياء المتكلم تخلي العلامات مقدرة. هتبقى مرفوعة وعلامة الرفع. اتضم المقدرة. والكسبة المقدرة والفتحة المقدرة. لا. يبقى انا عايز الاسماء الخمسة عشان تفضل على حالة عرابها. السابتة لها الرافع بالواو. والنصب بالالف. والجر باليا. قال لي ده شرط انها ايه? تفضل مفرد. اوعد خليها مسنى وجامع. لان لو مسنى تعريب عراب المسنى. لو جامع يا عراب الجامع. او يضافلاش يا المتكلم. كويس جدا. ايه تاني من الاسماء? وعلاماته يا عراب الاسماء. لازمنا في الجملة الاسمية. واحنا بنقول العلامة. وعشان كده نقول مرفوع هو علامة رفعيه. وحنا قلنا قبل كده من الاخطاء الشائعة. اللي يعني عارف انت ايه? من كتر شيوعها. يعني انا وجدت في بعض السنوات السابقة قديمة شوية. ان بعض المستشارين السابقين بقى يكتب مثلا ايه? فقال مرفوع بالضمة. هي المفروض نقوله علامة رفعيه الضمة. عاود انت لسانك عالصواب. مرفوع هو علامة رفعه. تمام? طيب. اما اجا يا اقول بقى جمع المؤنس السالم. علامة الرفع، الضمة. علامة النصبي والجرء الكسرة. علامة الرفع ايه? الضمة. زي ما اقول ايه? جاءت المؤمنات. المؤمنات فعل مرفوع علامة رفعيه الضمة. سألتوا الموحدات. الموحدات مفعول بي منصوبه علامة رفعه الكسرة. اسمع 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 وركز اوعى طوقة. سمعتو الاصوات مفعول بمنصوبه علامة نصبي الفتحة ايه ده ايه ده ايه ده يا استاذ الاصوات زي المسلمات اقول لك لا الاصوات جمع الصوت جمع تكسير مش جمع مؤمنة السالم ركز في الكلام حفظ النحو حفظ النحو يدمر النحو فهم النحو يزمط الكلام اه خلي بالك بقى الاصوات دي جمع تكسير مش اجيب اقول ايه اي كلمة اخيرة الف وتاء تبقى جمع لا لا مش كلام ده يبقى هنا جمع التكسير علامة اعرابه عادية خالص نحو جمع مؤمنة السالم نصب الكسرة طيب ارجع لجمع التكسير بما اننا جبنا سرته الرفع الضم زي المفرد النصب الفتحة زي المفرد الجر برضو الكسرة في الغالب لكن في الممنوم الصرف لما هناخده برضو ان شاء الله قد يجرب الفتحة بعض الجمع التكسير ايه كمان قال لي برضو الاسم المقصور اللي خدته في سنة قولة سنوي ولي طالب قولة سنوي وياخده الترمي التاني وده الاخر والف زي هدى ورضى ومصطفى وعولى وسهى كل ده قال لي كل علامات الاعراب في الاسم ده علامات مقدرة يعني ايه علامات مقدرة يا استاذ يعني اللسان لا يستطيع اظهارها يعني انا انا اقول دلوقتي كده مثلا جاء مصطفى حط ضمة كده حاول لو عرفت يبقى بعثلي اقول لي ها سلمت على مصطفى برضو نفس الكلام لما اقول مسلا سألته مصطفى حط فتحة مش ممكن تلاقي نفسك تعمل تحط حاجة يبقى علاماته الاعرابي في هذا الاسم المخصور علامات ايه مقدرة الضمة مقدرة الفتحة المقدرة الكسبة المقدرة ليه مقدرة لساني مقدرش اجيبها ما ظهرتش على اللسان معاكس المقدرة الظاهرة يعني ظهرت على اللسان طيب مقدرة انا معرفتش اجيبها فقدرتها انها موجودة قدرت انها موجودة طب ايه كمان قال الاسم المنقوص اللي خدته زمان برضو في قولة سنوي لما اجوا الاخرياء زي الدائي والقاضي والسامي وسامين هقول الرفع الضمة المقدرة النصب الفتحة الظاهرة الجر الكسرة المقدرة انا عملت ايه كده انا لميت لك علامات اعراب الاسماء كلها علامات اعراب الاسماء انا مش عايز تاني بقى اسامي الاسامي التانية الباقية دي الاسماء المبنية وطبع لسه هنتكلم عن المبني لوحده احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه خدنا الموقع الاعرابي فدتك الجملة الاسمية خدنا الموقع جوه الجملة الاسمية وخدنا حالة بعض الكلمات في الجملة الاسمية وبعد الحالة بدأنا نقول العلامة طب انا بقى يا استاذ ركز بقى الله يبارك في عمرك يا رب بقول امين. قال لي العلامات دي بقى تخيل ان على نص الدرجة. تخيل انت يا طالب السنوية العامة. يالي بتكتب لي وتقول لي فاعل مرفوع. والطلبة اللي بغيزك كده. طالب قاعد بيجاوب. هو مش بيجاوب. انا كتير من الطلبة. هو بيجاوب بيسأل. مخبالك. واحيانا لما بسأل في بعض المحاضرات سؤال اعرابي. تجد الطلبة كأني بقول سمعه دروس النحو. لا واحد ايه مثلا اعرف كلمة ايه? اه النحو جميل مسلا. فجميل دي جاه في وسط القطعة. ايه جو عدل? اه فاعل. اه مفعول بيه? اه انت بتسأل ولا بتجاوب? ثانيا. انت بتسمع دروس النحو? ولا بتفكر? اه ما في ناس كده. وطبعا انت عارف ان ده بيحصل. انت عارف كواس جدا ان الكلام ده متكرر. وان بعضنا بيعملوا. لا انا بفكر في الكلمة الاول. هتحدد الموقع لو استاذ احمد قال لك النهار ده. حلقة النهار ده ايه مع التلات كلمات دول. حدد الموقع. حدد الحالة. حدد العلامة. طب العلامة وقت نص درجة طار. الاعراب بدرجة. الاعراب بدرجة. انا عايزك تتخيل بقى. الاعلامة لو تقلت غلط نص درجة. او ما تقلتش خالص نص درجة. طب لو انا عندي اربع اعرابات. يعني باربع درجات. فينه اربع تنساس طارو? يعني درجتين. نص في المية. يعني من محافظة لمحافظة. اه يعني تركز معنا اركز معاك يا مستر والله. مش هغلط ان شاء الله. يبقى انا هحدد. هحدد ايه? الموقع الحالة العلامة. انا كل ده في الجملة نهين. في الجملة الايه? الاسمية. في الجملة الاسمية. يبقى انا عندي الجملة الاسمية. انا حددت الموقع بتاعها. مبتدأ وخبره الاتنين مرفوعين. دي الحالة بتاعتهم. اسم انا منصوب. اسم انا الموقع الحالة منصوب. العلامة هتقولها بقى زي ما احنا قلنا. وبعدين خبر انا مرفوع. اسم كان مرفوع. خبر كان منصوب. يبقى ده بالنسبة لاطار الجملة الاسمية في تحديد مواقع وحالات الاعرابية للجملة الايه الاسمية طب الموقع التاني الاكبر ايه شديد او بقى الموقع التاني ده الموقع الجملة الفعلية موقع الجملة الفعلية ده يحتاج مني تفصيلة شوية على الصبورة تعالا مع بعض كده نفصل الموقع التاني بص يا استاذ اول حاجة في الجملة الفعلية عندي الفعل يا عم الفعل انت بتجي لوحدك قالك لا يا راجل ده انت لازم تسألني بعد مني الاول وتبص علي وعلى شكلي وعلى قريتي وعلى شكل الجملة بتاعتي هو انا يا ترى مبني للمعلوم ولا يا ترى مبني للمجهول يا الله صحيح يبقى انا عندي الفعل وبعدين ما ابني المعلومة لما ابني المجهول عشان اقدر احدد ايه اللي بعده واحدد ايه اللي بيت الجملة لا امسك الاولان تعالى ندخل لعم الفعل النوحده يا عم الفعل هو حضرتك نوعك ايه قالك انا عندي تلات انواع انا ماضي وبعد ازنك انا مبني مش معرب الماضي دايما مبني مبني على ايه مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم دا الماضي ذهبا ذهب نا ذهب تو ذهبوا هتلاحظ حاجة ان الحرف الاخير الاخير مشه الضمير حرف الاخير مشه الضمير باجي عنده وفارمل واقرأ ذهبا فاتح ذهب تو انا ذهب تو الى الترابيزة عشان اخد فاصل قصير ابقوا معنا اوعد ام مكانك السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم مرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الفصل القصير نتكلم مع بعضينا عن الفعل الماضي يا عم الماضي انت معرب ولا مبني قالك يا عم انا راجل مبني قلنا له يعني ايه مبني معلش برضو انا عايز افهم مش احفظ يعني ايه مبني يعني من البناء يعني ايه البناء يعني ما بيتحركش اخره يعني ثابت تحطه في اي حتة يبقى ثابت وده سواء في الاسماء زي اسماء الاشارة بعضها يعني مبني بعضها معرب طبعا المبني اغلبها لكن المعرب هزان وهتان زي اسماء الموصولة الا لزان ولتان تمام فكده مبني يعني ايه مبني هتحطه في وسط الجملة هتحطه في اخر الجملة هو مبني جاء هذا سلمت على هذا سألت هذا هي هذا يبقى ليه مبنية ثابتة لا تتغير انما تعالي المعرب بقى جاء محمد التقيت بمحمدي او محمدين هتلاجت ايه ان المبني متغير طب ماشي ارجع لي للفعل يعني انت عم الفعل الماضي مبني اه يعني انت ثابت بقى قالك اه ده انا ثابت طب اعرف علامة البناء بتاعتك من ايه الفتحة ولا الضم الفتحة او الضمة والسكون قال لي تنطقل الحرف الاخير بس اوعد انت الضمير ما تلغبطش يا هادي خطير اوعد تلغبط بقى واتدخل الكلام في بعضه هاول ايه انطلق ق ق اه اه ده بقى يتفتح يبقى فتح انطلق بقى الضم يبقى ضم القاف مضمومة شلواو نحن انطلق وقفتع القاف انطلق نا انا مش دعو بالنا بقى ما ديش دعو بالنا انا وقفتع لحرف القاف اخر حرف في الفعل عرفت علامة البناء اه يا عم الامر وده الفعل التاني اللي نجيله على الصبورة يلا يا استاذ يا عم الامر بعد ازمك هو انت معرب ولا مبني قال لك يا ابني انت عارف ان انا مبني طب مبني على ايه قال لك مبني على ما يجزم بالمضارع علامات جزم المضارع يا علامات البناء بتاعتي يعني ايه برضو معلش فهمني اكتر يا ابني مش المضارع صحيح الاخر يذهب اه بيتجزم بالسكون صح هنقول له انا بقى ايه امر صحيح الاخر مبني على السكون زي جزم المضارع طب معتل الاخر حاس في حرف العلة يبقى امر مبني على حاس في حرف العلة اجري من غير ياء طب افعال خمسة اللي هو في المضارع واو الجماعة والف اسنين يا المخاطبة طبعا يا مش افعال خمسة في الامر ركز هي في المضارع افعال خمسة لكن في الامر هقول متصلة باو الجماعة والف اسنين يا المخاطبة لان هما في الامر تلاتة مش خمسة. هما في المضارع خمسة. انما في الامر تلاتة. عشان ما حدش يجي يقول لي في الامر في افعال خمسة. عشان ما يجيش في الامتحان زي ما يجي في الفين وخمستاشر استخرج فعلا من الافعال الخمسة. طبعهم يطلق له في الامر. لا. ما فيش امر افعال خمسة ولا ماضي. انما في مضارع افعال خمسة. خلاص? يبقى لما يزهابه ازهابه ازهابي بما ان بيتجزم الافعال الخمسة بحسف النون? مع الثلاث ضمائر? يبقى لما الثلاث ضمائر تيجي مع الامر هيبني على حسف النون. والبناء في المضارع زي البناء في الامر مبني على الفتح مع ايه? مع نون التوكيد. اذهب النا ايو الرجل. قال لي طيب طب يا عم المضارع بما انك انت راجل الكبارة بقى بتاعهم. المضارع ده بقى حاجة محترمة اوي يعني. يا سيدي قل لي انت معرب ولا مبني? انا عايز اعرف برضو. قال لك بص بقى. انت اخت في اهدادي ان انا مبني في حالتين قلنوه صاح ازا اتصلت بينون النسوة فانت مبنون على السكون قال بناته يزاكرنا يزاكرنا الدارس يبقى مبنى على السكون طب لو اتصلت بنون التوكيد قال لك مبنى على الفتح. طبعا في حالة الافراد والله لا يزاكرن الرجل والله لا يجتهدن الرجل يبقى هنا فعل امر مبني على الفتح. فعل مضارع مبني عالفتح ليه لاتصالوا بنون التوكيد طب ده انت وانت مبني طب لما تتعرف بقى قالك لا سواني بقى الاعراب بتاعي كمضارع يختلف حسب في قبل مني مين قبل مني مين حد جديد كده رجل بيجزم فخلاص يجزم الفعل قلنا له طب مين ممكن يجزمك قالك خدت في اعدادي ادوات الجزمة لفعل واحد اللي لم ولما ولم الامر ولن هي دي بتجزم فعل واحد لم يذهب لما يأتي وهكذا طيب او ادوات الشرط الجازمة اللي خدت في اعدادي منها ان مان ماتا مهما اين اينما ايانا انا حيثوما كيفما اي ودول في سنوة بالتحديد في تانية او تالتة كل دول ادوات شرط ايه جازم ما تجزم كم فعل اتنين فعل الشرط هو اه جواب الشرط فعل الشرط وجواب الشرط من يصلي يسعد يصلي فعل الشرط من ضرع مجزوم وعلام الجزمة وعلام الجزمة حاسف حرف العلة وده جواب الشرط مجزوم وعلام الجزمة والسكون سياء يسعد لأ سأقول يا استاذ بعد هزنك انت من شوية قلت ان علامات اعراب الاسماء طب ممكن نقول علامات اعراب الفعل مضارع قال لي بص بقى انا عشان اعرف المضارع كويس جدا هبص قبل منه اشوف ايه 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 الاداة الموجودة في اداة نصب او الاداة جزمة قولنا ما فيش حاجة يبقى مرفوعة هبص في اخره عشان اعرف بقى احدد العلامة لان المضارع صحيح الاخر علامة الرافع يتضمى والنصب الفتحة والجزم السكون رفع نصب جزم طب معتل الاخر يرفع بالضمى المقدرة ينصب ركز بقى ينصب مع الو وال ي يدعو ويقضي ي بالفتحة الظاهرة ومع الالف زي ياسعى بالفتحة المقدرة طب ينصب ده اللي سلنا في المعتل يجزم بحس في حرف العلم طب الافعال الخامسة المضارع اللي اتصل بهو الجماعة الاف اثنين يا مخاطبة تلت ضمائر دول يرفع بسبوت النون وينصب ويجزم بحس فيها حلو او يبقى دي علامات اعرف مين عمنا المضارع يبقى المطلوب مني ابص قبله مباشرة هو انت قبل منك ايه ناصب انو لانو كي وحتى ولام التعليل الاديم واللي تانية سنة وبياخده السنادي لم يلجو حدو فائز سببية لسه بياخدوها لاول مرة السنادي واللي تالتة سنة واتكمل بقى بقية الادوات واول معي او اذا تمام وهنا طبعا يعني اقدر اقول لاخوتنا ربنا يحفظهم اللي بيدارسه للنقل ارتبط بكتاب الوزارة لان كتير من الطلاب يقولون يا استاذ يا واول معي موجودة باسألو هي موجودة في كتاب الوزارة لا طب خلاص ارتبط بكتاب الوزارة موجودة اشرح طب مش موجودة الطلب ياخدها في تالتة خلاص طيب يبقى انا عندي اول معي وعندي ايه كمان دول في تالتة ان شاء الله ادوات ناصب المدارة جبت مدارة يجب ان تدعوها الى الخيم ان ادوات ناصب تدعوها فعلا مدارة منصوب سوان يا استاذ اخر واو ومنصوب يبقى الفتحة الظاهرة لانها معتلل اخر بالواو ان تسعى فتحة مقدرة ان تذهبوا بحسف النون ان تذهب واحد بس ومن غير ايه حاج غالص ومش معتلل صعيح يبقى فتحة الظاهرة يبقى انا حددت اعراب المدارة بدقة طب لقيت الجزم لم يذهب يبقى مجزوم بالسكون طب من يأتي ده مجزوم معلامة من يأتي يسعد مجزوم معلامة جزم يأتي ده حاسف حرف العلة متى تنطلق تجد الخير تنطلق فعل الشرط مجزوم معلامة جزمه حاسف النون حلو اوي ايه كمان يا استاذ انا كده جبت الفعل بكل انواعه اه طب الرفع في المدارع اذا لم يسبقه شيء لا ناصب ولا جاذب يبقى فعل المدارع ايه فعل المدارع مرفوع كلام زي الفل تعالى لي بقى بعد انهاء المدارع بكل بقى ايه حاجاته كده نخش على بعده انا خلصت الفعل بقى استاذ اه اعربت الفعل بين المعرب والمبني دخلنا على بعده يا عم الفعل ارجع لكلامنا هو حضرتك مبني للمعلوم ولا سعادتك مبني المجهول هيسألنا سؤال انت ليه تسأل السؤال ده ما انا عايز اعرف اللي بعدك. قالك انا مبني المعلوم. قلنا له بقى لازم اساسي نجيب بعد منك فاعل. شرح الاستاذ dejaو. الاستاذ فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة. الاستاذ فاعل مرفوع. شرح المعلمون فاعل مرفوع علامة رفعية الواو. شرح ان معلمان فعل مرفوع علامة رفعيل الالف. شرح ابوك فعل مرفوع علامة رفعيل واو لانه من اسمال خمسة. كل ده فاعل. ليه? لان الفعل مبني للمعلوم. طيب لو مبني للمجهول قالك لا يا رجل بقى. حط ناقف فاعل. ايه? ما هو اصلا الفاعل مجهول. يعني ايه مبني للمجهول? يعني ايه مبني للمجهول? يعني باسف عند الاستاذ باسف. عندنا في اللغة العربية. هنعمل ايه? مبني للمجهول. يعني انا شلت الفاعل. على فكه احنا في العامية بنستخدمها كتير قوي. يقول لك آه الكرة قطعت. او الواد الضرب. الواد الضرب. هو مين اللي قطعها? هو مين اللي ضرب الواد? ما حتش عارف. انت ايه? الواد داخل البيت بيعاية. مالك? انا اتضربت. طب مين اللي ضربك? مش عارف. يبقى ده مجهول الفاعل مجهول. خلاص? يبقى انا مدام بناء للمجهول هشيل الفاعل تماما واجيب المفعول اخلينا الفاعل. اه. والبناء للمجهول دائما يكون مع الفاعل المتعدي. سواء لمفعول او بحرف الجر. انا بجيب الايه? المفعول بيه? اقول لك اقعد على كرسي الفاعل بعد ازنك انت باية النائب بتاعه. فبعد ما كنت انت انت منصوب يا مفعول انا احولك لمرفوة. زيك زي مين? زي الفاعل. وزي ودايما دايما تعلمناها من علمائنا ان الرفع من الرفعة. الرفع من الرفعة. وقالوا الرفعة في اللغة لاربعة. العمد اساس الجمل اربعة. وهم من يأخذون الرفعة. المبتدأ والخبر عمدة الجملة الاسمية. الفعل والفاعل عمدة الجملة الفعلية. العرب ما بتحطش كلام كده. تاني الرفع من الرفعة. طب مين اللي يأخذ الرفعة? اساس الجملة. اللي تبنيت عليه الجملة كلها. الفعل والفاعل. او المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية. عشان كده باج اقول لحضرتك مرة تانية ان انا وانا بعرب بحدد الموقع. بحدد الحالة. بحدد العلامة. في الجملة الفعلية. خدت الفعل. قسمت الفعل. انت فاعل. انت فاعل ماضي. انت فاعل امر. مبني مبني. انت مضارع. مبني او معرب. بعد منه. مبني المعلوم ولا مبني المجهول. طب مبني المعلوم. يبقى اللي بعده فاعل. طب مبني المجهول. يبقى اللي بعده ايه? نائب فاعل. اللي بعده نائب فاعل. طب خلاص. ونائب الفاعل بما انه يوضع الكرسي بتاع الفاعل. هيبقى مرفوع زي ده الفعل? قلنا له ماشي. قال لي طب ما تيجي بقى عايزين ننصب في الجملة الايه? الفعلية. ليه كده بس? قال لك ما عليش بقى. ما مفعول به اصلا. مفعول به ده زي الشخشيخة كده. انصب يا عم. ومش به بس اي كلمة نقول عليها مفعول. هدي حكم النصب. تقول لي مفعول به. تقول لي مفعول لاجله. تقول لي مفعول مطلق وده اللي اعرف انطلبة لحد سنة تانية سنة. تقول لي مفعول في الظرف في تالتة سنة. تقول لي مفعول معه في تالتة سنة. كله مفعول. يبقى كله منصوب. حلو. امسك الى اولان. يعمل مفعول به. هنجيلك كده عم مفعول به. بالراحة بس. هو ساعتك بتيجي فين? انا باجي في اطار الجملة الفعلية. او ما يوش بالجملة الفعلية. وطبعا ما يوش بالجملة الفعلية ده بقى في تفصيل الحلقات القادمة ان شاء الله. يعني انا هلاقيك فين اعمل مفعول بي? خلينا في الغالب في الاساس اه جملة فعلية. ماشي. اما اجي اقول عقابة. الابن. الاب. فهم واحد اهد ادامه يضحك. فرحان ناوي. وبص البابا. طبعا افاك ورم دلوقت. ها. يا ابني عقابة الابن الاب. يا ابن الله يبارك لك خلي بالك عشان شاء لبت الجمل. هو في ابن يؤقل انه يعاقب ابوه. يقول لها طبعا. استغفر الله. ده عقوق والدين. طب لما انت عارف كده. قلت الابن فعل ليه? يا عم ده انا عملت كده في الجملة بس. احذر الحاجات دي. الحاجات دي في تالتة سنة وموجودة بكسرة. وبرضه في امتحانات النقل موجودة. ان انا لقي المفعول قبل الفاعل. تقديمه تأخيد. ده انت في البلاغة حافظها. ان انا ممكن اقدمه اخر من اجل القصر. سلوب القصر. يبقى انا ممكن اقول عقبة لابنه الابو. طبعا انا لن ماجي انا سكنتها. عشان اختبرك بس. لما قلت عقبة الابن الاب. انت الطبيعي تقول ايه? الابن ده مفعول بيه. ما فياش كلام. الابن ده مفعول بيه. طب والاب. فاعل. كلاب ايه? فاعل طبعا. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمة ابتلى ايه? اختبر. مين اختبر مين? الرب اختبر ابراهيم. يبقى كلمة الرب فاعل وابراهيم ما افعول بيه. تقديمه تأخير. الموضوع مستساغ يعني. انت ببص للمعنى. انا طبعا ايه? فيه طلب عارف انت الدنيا ظلمة عنده. هو بيحط الاسبط والضوء بتاعها الكلمة اللي بيقربها بس. لا بيجيب جملة من اولها ولا بيقرب اقرب بعدها ولا اي حاجة. اول ما يشوفها عقبة الابن. فاعل مرفوع انا طبعا اضمها. مش انت قلتلنا كده يا استاذ فاعل. يا ابني كمل الجملة الاخيرة. يا ابني ارى القطعة كلها. يا ابني ارى الفقرة كلها اللي قدامك. عشان تفهم المعنى عشان تعرف تعرف. لان الكل اللي احنا قلنا دا. يترتب على جزء مهم جدا. وهو المعنى. الاعراب فرع المعنى. يعني لو مش فاهم معنى. والله ما تعرف تعرف. مش هتعرف. هو القرآن الكريم لكل شوية تسمع في الاية الوحدة اعرابين ثلاثة اربعة. لان احنا عندنا قراءات وعندنا كل القراءات وعطي معنى. والقرآن حمال ذو وجوه. وجميل. ومعنى حلوى وكل معنى يديني حتة اعراب. لكن الكلام العادي بتاعنا. الطبيعي لازم تبقى فاهم المعنى. زي ما قلت قبل كده. واكرر هذه الجملة اللي جات في انتحان سنة سبعة وتسعين. لتالت سنوي. عندما اخر المفعول به في اخر الجملة خالص. استطاع علماءه. ادي الفعل والفاعل. العربي والمسلمين في مراحل زمنية متتابعة ان يضيفه. وطلب الموقع الاعرابي لان يضيفه. حاول الاضافة. استطاع علماء اضافة. مفعول به. طب والكلام اللي في النص مالوش لازمة. طب لو انت مبتقراش الجملة من اولها تعرف. صعب. عشان كده بقول بقى هو. احنا قلنا هو الاستاذ بدأ الحلقة النهاردة. ان نحو من بابه بتعلم اعرابه. والاعراب لا يكون لا بتحديد الموقع. موقع انت بجملة يا اسمي ولا بجملة فالية. حددت الموقع ده مبتدأ. حالته ايه? مرفوع. علامته ايه? ده فعل. معربة لا مبني. كل الكلام ده لازم بدقة تسأل نفسك بعد كل خطوة. طبعا في البداية ممكن الكلام ده ياخد معاك شوية وقت صغير. لكن مع التدريب الكتير 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 الكتير. بس ايه بس كلمة عاملة زائل كتير. درب. النحو. انا كان استاذي يقولها كده. الله يرحمه رحمه الله. والله والله والله. اقسم بالله لو وقيته في الشارع ما استحي ان انزل على قدمه واقبلها. هو سبب الخير الذي انا فيه. هو من احبب الي هذا الفرق هذا العلم. هو كان يقول كده. اعربي الجرائد. زميلي كانوا بيترياه. انا اسمعت كلامه. انا حبيت النحو. ربنا وزقني بامتياز والتاني الدفعة في النحو. بسبب الراجل ده. هو بقول وانا نفزت. هو يقول وانا نفز. انا بقولك اعرب ايه حاجات قابلك. زهانو انت بزاك الجغرافية او تاريخ او ايه مادة. اعرب. هتعرب نص غلط ونص صح. كويس ما انت كنت بتعرب كله غلط. طب بقى التلاتة اربعة صح ممتاز. طب بقى تسعين في المية صح. بقى مية في المية صح ان شاء الله. طيب. احنا ان شاء الله النهاردة اولى حلقات البرامج التعليمية على قناة السلام. الحلقات تعاد في صباح اليوم التالي. السامنة صباحا. اليوم ان شاء الله اللغة العربية. يوم السبت اللغة العربية. تزاع في تمام السادسة الا عشر دقائق. بتوقيت القاهرة. وبعدين يوم الاحد اللغة الانجليزية. انت عابب اقول بتوقيت القاهرة عشان ولادنا اللي في السنوات العامة اللي بيذكره السنوات العامة المصرية في الدولة العربية. اليوم الاحد ان شاء الله اللغة الانجليزية مع الاستاذ باسم الشريح. يوم الاسنين بازن الله كله المعيد واحدة. والناس عارفة ان الخريطة واحدة. يوم الاسنين ان شاء الله الرياضيات مع الاستاذ محمد الدوميني. يوم السلساء الكيمياء مع الاستاذ مصطفى يوسف. يوم الاربعاء الفيزياء مع الاستاذ محمد عبد المعبود. يوم الخميس ان شاء الله هناك سعي يوم جد ان تكون هناك مادة ادبية وده حرص من القناة ومن القائمين ومن المدرسين لان الطلاب الادبي يطلبون مادة ادبية فان شاء الله ستكون هناك مادة ادبية يوم الخميس باذن الله جل وعليه طبعا ولادنا وحبيبنا انا عايز حضرتك الناس عارفة كويس ان قناة السلام يا وليدة وقناة الرحمة كل شبابنا وبناتنا انشر الخير تؤجر عليه لان في واحد يفضل يفتح بقناة الرحمة يقضي الساعة ستة مستني قل له الله على نفس التردد عشرة ومنمية تلاتة وسبعين هتلاقي نفسك على قناة السلام افتح قناة السلام الساعة ستة العشرة بالزبط لتأويت القاهرة تجد حلقات البرامج التعليمية للسانوية العامة خلاص انشر الكلام ده تؤجر عليه ان شاء الله يسر الله وحالكم وفقكم لما فيه رضاه اسألكم بالله لا تنسونا من صالح دعائكم كذاكم الله خيرا الى لقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة